بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم الدرس الأول بسم الله الرحمن الرحيم الاستعداد للحج الحمد لله الذي شرع لأهل الإسلام حج بيته الحرام ليطهرهم به من الذنوب والآثام والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام وعلى آله وصحابته الكرام ومن سار على نهجهم واستقام وبعد أيها المستمعون الكرام إن الله شرع الحج إلى بيته العتيق لما فيه من المصالح العظيمة لعباده فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تعالى آمرا خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فالله جل وعلا شرع الحج لعباده ليشهدوا منافع لهم لا لحاجة به تعالى إلى الحجاج فإن الله غني عن العالمين والحج فرض واجب على المستطيع مرة واحدة في العمر وما زاد على ذلك فهو تطوع والحج رحلة مباركة إلى أقدس الأماكن لأداء شعيرة من أفضل شعائر الإسلام يلتقي فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف ألوانهم وألسنتهم وتفاوت درجاتهم ليشتركوا في أداء عبادة واحدة في مكان واحد في زمان واحد وفي زي واحد مما يسبب تعارفهم وتآلفهم واجتماع كلمتهم علاوة على ما فيهم من تكفير خطاياهم ورفعة درجاتهم اعلم أيها المسلم أن الحج يحتاج إلى استعداد قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقونياء للألباب فهو يحتاج إلى التزود بزادين زاد السفر بالمتاع والمركب وزاد التقوى بفعل الواجبات وترك المحرمات وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا فقيل ما السبيل قال الزاد والراحلة رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وعن عكرمة أن أناسا كانوا يحجون بغير زاد فأنزل الله وتزودوا فيجب على من أراد الحج أن يستعد له بأخذ النفقة التي تكفيه بحيث لا يحتاج إلى ما في أيدي الناس وينبغي أن ينتخب لحجه نفقة طيبة من كسب حلال فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور وصح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل الحرام واستعماله يمنع قبول الدعاء كما في حديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك كما أنه ينبغي لمن عزم على الحج وعنده مظالم للناس من نفس أو مال أو عرض أن يرد إليهم مظالمهم ويتخلص منها أو يتحل لهم منها قبل سفره فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحل لليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ويستحب لمن أراد الحج أن يكتب ماله وما عليه من الديون والحقوق ويشهد على ذلك حتما لألا تضيع الحقوق التي له على الناس والحقوق التي للناس عليه فإنه لا يدري ما يعرض له في سفره وهل يرجع منه أو لا ويستحب له أيضا أن يوصي أهله وأولاده وأهل بيته وجيرانه بتقوى الله والمحافظة على دينهم وأداء ما أوجب الله عليهم كما يجب عليه أن يتوب إلى الله من جميع الذنوب ليستقبل الحج بتوبة النصوح وحقيقة التوبة ترك الذنوب والندم على ما حصل منه والعزيمة الجازمة أن لا يعود إلى الذنوب أبدا فإن بعض الناس قد يكون مضيعا لفرائض الله فهو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ويفعل ما حرم الله عليه ثم يحج وهو على هذه الحال لا يتوب فمثل هذا لا حج له فإن الصلاة والزكاة والصيام آكد فرضية من الحج بل لا حظ في الإسلام لتارك الصلاة وعلى من أراد الحج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة فلا يتعلق بغير الله لا بنبي ولا بولي ولا بملك ولا بقبر فإن هذا شرك والشرك إذا خالط العمل أفسده قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لين شركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وكذلك لا يقصد بحجه رياء ولا سمعة أو طمعا من مطامع الدنيا أو يقصد بذلك المفاخرة أو النزهة فإن ذلك من أقبح المقاصد ومما يحبط العمل فإن الله لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وينبغي لمن أراد الحج أن يستعد له بتعلم ما شرع الله فيه من أحكام ليكون على بصيره ويؤدي حجه على بينة من أمره ويسأل عما أشكل عليه وينبغي له كذلك أن يختار الصحبة الطيبة من أهل الخير الذين يستفيد من صحبتهم التعاون على البر والتقوى وعليه أن يكثر في سفره من ذكر الله وأن يحافظ على طاعة الله ويؤدي الصلوات الخمسة في أوقاتها ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وعليه أن يرفق بإخوانه المسلمين ويساعد الضعفاء والمساكين ولا يزاحم الناس عند المشاعر مزاحمة تضر بهم وعليه أن يكف لسانه عن القيل والقال والغيبة والنميمة وعن قول الزور قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقونياء للألباب والرفث هو الجماع ودواعيه من اللمس والنظر والكلام فيه والفسوق جميع المعاصي والجدال المخاصمة التي تغضب إخوانك المسلمين كما أن على الحاج أن يؤدي مناسك الحج على الوجه المشروع والوجه الأكمل حسب الاستطاعة ولا يتساهل في أدائها أو يتلاعب فيها ويتتبع الرخص فإن بعض الحجاج مع الأسف يتعب بدنه ويخسر ماله ثم لا يؤدي مناسك الحج على الوجه المطلوب أو لا يكملها على الوجه المشروع وذلك من غير عذر شرعي فيرجع بلا حج أو يرجع بحج ناقص وهذا يدل على عدم المبالات والشيطان حريص على أن يحول بين المسلم وبين عبادة ربه أو أن يفسدها عليه أو ينقصها فاحذروا أيها المسلمون من كيد الشيطان أيها المستمعون الكرام إن الحج عبادة عظيمة ينبغي أن يتزود له بما يليق به وأن يتأدب في أحكامه وأن يؤديه المسلم على الوجه الأكمل مبتغياً بذلك رضى الله سبحانه وتعالى ليفوز بمنافعه ويستفيد من فوائده ويرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه فاعرفوا مكانة الحج وفائدته وأدوه على الوجه الأكمل حسب الاستطاعة لتستفيدوا من حجكم ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وثبت أن الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر جعل الله حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته